السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي طاب يومكم أتمنى أن تكونوا بخير حياكم الله من جديد في درس من دروس مقرر الدراسات الاجتماعية برفقة زمينة الأستاذ محمد القبيشي مترجم لغة الإشارة بسم الله نبدأ طبعا درسنا السابق هو الدرس الثاني المصطلحات التاريخية اثنان هيا بنا نسترجع درسنا السابق من خلال حل الواجب ومراجعة الدرس السابق واجب الدرس السابق يقول عدد وعددي أقسام العصور الإسلامية عدد وعددي أقسام العصور الإسلامية أحسنتم تنقسم العصور الإسلامية إلى الأقسام الآتية عصر صدر الإسلام العصر الأموي العصر العباسي العصر الأيوبي والمملك العصر الحديث عصر صدر الإسلام يبدأ بعصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وهو من قبل الهجرة ب13 سنة حتى سنة 40 العصر الأموي الدولة الأموية من سنة 41 حتى سنة 132 للهجرة العصر العباسي يبدأ من بداية عهد الدولة العباسية من سنة 132 للهجرة حتى 656 للهجرة العصر الأيوبي والمملك يبدأ من انتهاء الدولة العباسية سنة 656 للهجرة حتى انتهاء دولة المماليك في القرن العاشر الهجري العصر الحديث يبدأ من القرن العاشر الهجري حتى اليوم مراجع درسنا السابق عدد وعددي أقسام العصور التاريخية عصور ما قبل التاريخ العصور القديمة العصور الإسلامية العصور الحديثة يرتب الطلب العناصر الآتية بدءا بأطولها زمنا لدينا مصطلحات تاريخية نرتبها بدءا بأطولها زمنا الحقبة الحقبة الدهر العقد القرن الدهر أطولها زمنا ثم الحقبة أحسنتم يليها القرن ثم العقد إجابة صحية نبدأ اليوم بإذن الله وحدة جديدة الوحدة الثانية الدولة السعودية الأولى دروسها الدرس الثالث شبه الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية الأولى الدرس الرابع تأسيس الدولة السعودية الأولى الدرس الخامسة أئمة الدولة السعودية الأولى الدرس السادس معارك الدفاع عن الدولة السعودية الأولى ما الهدف من دراسة هذه الوحدة طلابي وطالباتي سأتعلم في هذه الوحدة أحوال شبه الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية الأولى نشأة الدولة السعودية الأولى جهود أئمة الدولة السعودية الأولى أسباب انتهاء الدولة السعودية الأولى درسنا السابق طلابي وطالباتي تعرفنا على مصطلحات تاريخية مهمة وهي الفترة والعهد والعصر والحقبة والدهر والقرن والعقد من خلال القريطة أمامكم هل هي جزيرة أم شبه جزيرة ولماذا أولا ننظر إلى عدد المسطحات المائية المحيطة بها واحد هنا الخليج العربي اثنان بحر العرب ثلاثة البحر الأحمر إذن كم مسطح مائي ثلاث مسطحات وذكرنا في الصف الرابع أن الجزيرة تحيط به المياه من جميع الجهات أما شبه الجزيرة تحيط بها المياه من ثلاث جهات إذن هذه شبه جزيرة اسمها شبه الجزيرة العربية نعم إذن الخليج العربي بحر الأحمر بحر العرب إذن شبه الجزيرة العربية تحيط بها المياه من ثلاث جهات الخليج العربي شرقا بحر العرب جنوبا البحر الأحمر غربا إذن هذه الخريطة لشبه الجزيرة العربية اليوم بإذن الله نتعرف على درسنا الجديد شبه الجزيرة العربية متى أحوال شبه الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية الأولى انتشرت في شبه الجزيرة العربية القسامات السياسية مما أدى إلى غياب الوحدة وتأخر في الجوانب العلمية والاقتصادية بعد الخلافة الراشدة إلى قيام الدولة السعودية الأولى لذلك في درسنا اليوم نتعرف على هذه الأحوال لشبه الجزيرة العربية قبل قيام دولة قوية تحكمها وتعيد لها أمجادها الحضارية كما كانت وما الذي تغير في شبه الجزيرة العربية بعد قيام الدولة السعودية الأولى وكيف كان ذلك إذن درسنا اليوم بإذن الله شبه الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية الأولى يحوي درسنا المحاورة التالية أحوال شبه الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية الأولى طبعا أهداف درسنا لهذا اليوم يصف الحالة السياسية لشبه الجزيرة العربية قبل الدولة السعودية الأولى يبين الحالة الاقتصادية لشبه الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية الأولى يتحدث عن الحالة الدينية لشبه الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية الأولى بداية عانت شبه الجزيرة العربية القسامات السياسية وغياب الوحدة وتأخر في الجوانب العلمية والاقتصادية بعد الخلافة الراشدة حتى قيام الدولة السعودية الأولى فما حال شبه الجزيرة العربية آنذاك وماذا جرى لتصحيح تلك الأوضاع إذن نتناول اليوم بإذن الله أحوال شبه الجزيرة العربية الحالة السياسية الحالة الاقتصادية الحالة الدينية والعلمية وماذا جرى لتصحيح تلك الأوضاع نبدأ بالحالة السياسية لشبه الجزيرة العربية أمام هذه الخريطة تبين لنا حكم الدولة الإسلامية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم تكن شبه الجزيرة العربية تخضع لحكم موحد مثل ما كانت عليه في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بل كانت أجزاؤها تحت لفوذ دول من خارجها وبعضها الآخر خاضع لإمارات صغيرة متعددة وزعمات محلية متعددة وكان يحدث بينهم نزاعات وهو ما أدى إلى غياب ماذا؟ الأمن في أغلب جهات شبه الجزيرة العربية لذلك كانت شبه الجزيرة العربية في حاجة إلى حكومة قوية ووحدة حقيقية تعيد لها أمجادها ودورها التاريخي والحضاري وهو ما حدث في عصر الدولة السعودية الأولى يا ترى من هي الدولة التي أعادت أمجاد شبه الجزيرة العربية؟ أحسنتم هي الدولة السعودية الأولى علل وعلل غياب الأمن في أغلب جهات شبه الجزيرة العربية نعم لأن بعض أجزائها تحت نفوذ دول من خارجها وبعضها الآخر خاضع لإمارات صغيرة وزعمات محلية متعددة وكان يحدث بينهم نزاعات ما اسم الدولة التي أعادت لشبه الجزيرة العربية أمجادها وتاريخها الحضاري؟ أحسنتم الدولة السعودية الأولى انتهينا من الحالة السياسية طلاب وطالبات ننتقل للحالة الاقتصادية تأثر الاقتصاد بغياب الدولة الموحدة في شبه الجزيرة العربية إذن تأثر الاقتصاد بغياب الدولة الموحدة في شبه الجزيرة العربية فقد كانت الطرق غير آمنة والحروب مستمرة والمزارع وأماكن التجارة عرضة للسرقة إذن تأثر الاقتصاد من ناحية الحالة الاقتصادية تأثر الاقتصاد بغياب الدولة الموحدة في شبه الجزيرة العربية فقد كانت الطرق غير آمنة والحروب مستمرة والمزارع وأماكن التجارة عرضة للسرقة ما نتيجة ما سبق نعم أدى إلى ضعف الحركة الاقتصادية والنشاط التجاري أدى إلى ضعف الحركة الاقتصادية والنشاط التجاري صف وصفي الحالة الاقتصادية لشبه الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية الأولى نعم تأثر الاقتصاد بغياب الدولة الموحدة في شبه الجزيرة العربية فقد كانت الطرق غير آمنة والحروب مستمرة والمزارع وأماكن التجارة عرضة للسرقة فأدى ذلك إلى ضعف الحركة الاقتصادية والنشاط التجاري نفتح الكتاب المدرسي طلاب وطالبات للإجابة على نشاط رقم واحد صفحة 24 أدى غياب الدولة الموحدة إلى ماذا طلاب وطالبات من نتائج المترتبة على غياب الدولة الموحدة في شبه الجزيرة العربية نعم أدى إلى غياب الأمن وطمع المحتلين في أغلب جهات شبه الجزيرة العربية إجابة صحيحة أيضاً باستمرار الحروب أصبحت المزارع وأماكن التجارة عرضة للسرقة فأدى ذلك إلى ضعف الحركة الاقتصادية والنشاط التجاري إجابة صحيحة عودة من جديد لدرسنا طلابي وطالباتي ننتقل إلى الحالة الدينية والعلمية في شبه الجزيرة العربية انتهينا من الحالة السياسية انتهينا من الحالة الاقتصادية ننتقل إلى الحالة الدينية والعلمية عانت شبه الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية الأولى من ظهور بعض الممارسات المخالفة للدين من الناحية الدينية إذن عانت شبه الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية الأولى من ظهور بعض الممارسات المخالفة للدين من بدع وخرافات في بعض مناطقها مثل غيرها من المناطق خارج شبه الجزيرة العربية إذن من بدع وخرافات في بعض مناطقها مثل غيرها من المناطق خارج شبه الجزيرة العربية إذن صف وصفي الحالة الدينية والعلمية لشبه الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية الأولى أحسنتم عانت شبه الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية الأولى من ظهور بعض الممارسات المخالفة للدين من بدع وخرافات في بعض مناطقها مثل غيرها من المناطق خارج شبه الجزيرة العربية أحسنتم إجابة صحيحة من الأمثلة على عدم استقرار في تلك الفترة أن بلدة صغيرة جدا من بلدان وسط شبه الجزيرة العربية كان يحكمها قبل الدولة السعودية الأولى في وقت واحد لاحظوا معي في وقت واحد أربعة أمراء كان كل أمير يحكم جزء من البلدة لاحظوا هنا أمير رقم واحد وهنا جزء من البلدة وهنا أمير رقم اثنين وهذا جزء من البلدة وهنا أمير رقم ثلاثة وهذا جزء من البلدة وهنا أمير رقم أربعة وهذا جزء من البلدة وكان كل أمير يحكم جزءا من البلدة ذكر المؤرخ عثمان بن بشر ذلك فقال فقسموا البلد أربعا كل واحد شاخا أي أصبح شيخا في ربعها وهذا يجعلنا اليوم نشكر الله سبحانه وتعالى على الوحدة الوطنية والقيادة المباركة أحبتي طلاب وطالبات الصف السادس أمامكم مجموعة من البطاقات اختاري البطاقة حسب اللون المفضل لديكم نبدأ بالبطاقة ذات اللون الأزرق عليل وعليلي غياب الأمن في أغلب جهات شبه الجزيرة العربية أحسنتم لأن بعض أجزائها تحت نفوذ دول من خارجها وبعضها الآخر خاضع لإماراته صغيرة وزعامات محلية متعددة وكان يحدث بينهم نزاعات إجابة صحيحة نعود من جديد للبطاقات البطاقة ذات اللون البرتقالي ما اسم الدولة التي أعادت لشبه الجزيرة العربية أمجادها وتاريخها الحضاري الدولة السعودية الأولى إجابة صحيحة عودة من جديد للبطاقات البطاقة ذات اللون الأصفر صفو الصفي الحالة الاقتصادية لشبه الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية الأولى أحسنتم تأثر الاقتصاد ذات اللون الأحمر يوجد في هذه البطاقة طلابي وطالباتي السؤال الواجب السؤال الواجب يقول صفو الصفي الحالة الاقتصادية لشبه الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية الأولى صفو الصفي الحالة الاقتصادية لشبه الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية الأولى لنلخص سويا جميع المعلومات التي تعرفنا عليها حيث ناقشنا في درسنا المحاورة التالية أحوال شبه الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية الأولى طلابي وطالباتي أصلوا إياكم إلى نهاية درسنا لهذا اليوم شكرا لكم حسن استماعكم إلى اللقاء بإذن الله